من اللي عقلت على رأسي وانا كنت سمع الراجا تجيب تأهل من بره وبالفعل في أغلب الأدوار الإقصائية اللي كتكون الراجا لعبة فيها الروتور خارج المغرب تجيب تأهل وآخرها كانت قدام مازينبي رغم الأجواء السيربية اللي كانت تطبق على النادي رغم الضغط الكبير رغم أنهم كانوا يلاعبون بلا فيستير لاعبين وبلا ستتناء كانوا رجال وقدروا يجيبوا التأهل من قلب الكونغو وانا رجعنا شوية اللور في كأس العرب وفي نفس النهار اللي غدي تلاعب فيه الروتور ديالنيس من نهائي الشامبيونس ليج اللي كان هو الاربع ثلاثة وعشرين نوفمبر الفين وخمسة كانت الراجا لعبة الروتور قدام الزماليك في ميصر من بعد ما خسرات الآلي في المغرب بجوجة الزيرو وحتى المدرب كان هو المدرب الحالي جمال السلامي اللي كان ستلم الفريق من بعد الخسارة بجوجة الزيرو لكن الراجا اللي كتجيب التأهل من بره مطيحات شيدها مشات لعبات الماتش وربحات بثلاثة الزيرو وتأهلات وكملات الطريق دياله في البطولة العربية مشتديها فهذا الماتش بالضبط هو اكتر محفز لللاعبين دراجا وخسهم كلهم يتفرجوا فيه الليلة ديال الماتش قبل ما يناسوا اهلا بكم وقبل ما نهضروا على التشكيلة المناسبة والمثالية للراجا وكي تلعب هذا الماتش في النصف النهائي وكي تحقق التأهل عندي جد نقاط خاصة ننهضر عليهم اللولا وهي نقطة العامي البدني واللياقة البدنية اللي اضبط للاعبين ديال الراجا فى الماتش ديال قريمة وخصنا كاملين ن usa دماغنا على انها فى هذا الماتش اللي اضبط للاعبين Dasa بعض السيinator سنقص على الماتش ديال الالي عشان بسبب ان جدن الزيرو επιblowingل للاعبين من بعد المرض بكورونا بسمنا نسoscope عن هذا المرض يخلي الجسم صعبين ويخلي الاثار ديالو على كمي يخلق الجسم وكي كيف قلت سيأكثر على اللياقة البدنية ديال اللاعبين لكن هذه النقطة في اللياقة البدنية يجب أن يتعوض أولاً بالروح والقتالية للعبين وتانياً من طرف جمال السلامي بالتغييراته التي يجب أن تكون في هذا الماتش ليس بكرة ولم تتمنى حتى الآخر الدقائق والنقطة الثانية التي يجب أن نهضر عليها ويجب أن نقوم بها في رصنا هي أن الرجا ملزامة لتسجل في أول الدقائق ويجب أن نقوم بمباشرة بعد انطلاق اللقاء لتسجل لا يجب أن نقوم بها في التسرع ويجب أن نتخلف بفارق هدف واحد وهذا ما الذي سيعطيك 90 دقيقة كاملة لتسجل هذا الهدف فكل مجال هدف بكري سيكون حسن لكن لا يجب أن نتسرعه سيكون اللاعبين يلعبون برازانة أو بتابت يكونوا مركزين ويبقوا مركزين في 90 دقيقة كاملة من الأول حتى الآخر وقت مجال هدف التعادل مرحبا به ويجب أن نذهب على أنسب تشكيلة يمكن أن يبدأ بها السلامي هذا الماتش تشكيلة التي ستكون منقوصة من ثلاثة اللاعبين منقوصة من الحارس الأساسي أنس زنيتي وأيضا جبيرة بالإضافة لدويك لكن تأثير جبيرة والدويك لا سيكون بحال تأثير الحارس أنس زنيتي الذي كان يعرفه القائد يعطي التقى للدفاع وكل فارق لكن في براستو سيكون معميرات اللي دايما في الماتشات اللي يشارك فيهم وخاق لال يقدم مستوى مقبول ونتمنى في هذا الماتش يقدم مستوى مقبول بل يكون في أحسن مستوى ديالو ويتبت على أن الحارس البديل ديالراجا بقيمة الحارس الأساسي في قلب الدفاع سييلعب بادر بانون اللي يلعب آخر المباراة ديالو مع الراجا ونتمنى وما تكونش المباراة الأخيرة نتمنى وتكون آخر مباراة ديالباطر بانون مع الراجا هي المباراة قدام الفريق القادم ديالو في النهائي قدام الأهلي جنب بانون غادي يكون سندري وفلي اللي يرجع وجاهز باش يلعب هذا المباراة في ليمن غادي يكون عبدالرحيم الشاكير عبدالرحيم الشاكير اللي عكس مذكور بالخبرة ديالو بالرزانة ديالو غادي يقدر يحتوي ويوقف الخطورة ديالأشرف بن شرقي في اليسر هنا على جاس المشكل الراجاなたم اخونا المشكل المغرب في الضاهر الايصر أخوك السلامي سيد simplifiedLois وفي المحوار بلاعب الارتكاز في المحوار سيكون العرجون اللي يدير ذلك الشيء اللي عليه وما كيخليك تنقشوا بزاف كيخليك تكون مطمئن على هاد البوست وجنبه هنا في ماتش الذهب كان نقوما لكن كلنا نشفنا نقوما كان متراجع وهذا الشيء اللي خلينا جمال سلامي يستبدله مباشرة من بعد الشوت الاول بالمكعازي لكن كيف كان عارفو المكعازي ايضا كان مصاب كورونا وهذا الشيء اللي غيخلل لي يقال بدنيا دياله غتكون متراجعة وصعيب عليها لانه يلعب تسعين دقيقة كاملة ومن هنا سلامي على الاغلب غذية في الضل يبدأ بنقوما مرة اخرى ونتمنى ونشوفه المستوى اللي عرفنا به نقوما المستوى اللي خلال الراجاء التعاقد معاه وماشي المستوى اللي يظهر به في الماتش ديال الآلي قدامهم وكاتولاتي هجومي للجناح الايصر راح يمي بدون نقاش لكن في الجناح الايمن وفي صانع الالعاب هنا خاصنين هذا في الماتش ديال الآلي كنت هضرت وقلت على ان الاضوار ديال متولي والحافيذي كانت متضاخل رأيناهم على انهم بمثابة لعب واحد وهذا ما ما خلانا نستفدو منهم بجوش ما نستفدوش من الحركية ديالهم ما نستفدوش من الصناعة والمهارات ديالهم وشخصيا كنت كان نشوف على اننا كلعبو ناقصين من اللاعب فبلا فلسفة زيدة على الاغلب السلامي غذي يبدأ بميتولي كجناح ايمن والحافيذي كصانع الالعاب لكن انا شخصيا وهذا رأي شخصي ربما السلامي يتفق معايا فيها او يختلف ربما السلامي يقدر يبدأ بهذا الخطة اللي غذي نقدر عليها كنفضل على ان ميتولي يبقى في مقاعد البودالاء يبدأ الحافيذي كصانع الالعاب وكجناح ايمن يبدأ بنحاليب بنحاليب اللي غي يعطيك الحركية اللازمة وغي يحاول يضغط على الدفاع ديال الزماليك في بدايات المقابلة بل حاليب اللي بدنيا حسن من ميتولي وفي الشوت الثاني لو ان الامور تعقدات وممشاش الماتش بالطريقة اللي ينبغيوها ربما هنا ينزل ميتولي باش يلعب بالمهارة والحيرفة ديالو خصوصا ان اللياقة البدنية ديال اللاعبين الزماليك غذي تكون نزلات شوية غذي يكون نزل المرضود ديالهم وحتى التركيز ديالهم وهنا يمكن تكون القوة ديال ميتولي يدخل بالتمريرات ديالو بالفنية ديالو ويخلق الفارق لكن كيف قلت هذا كيبقى رأي شخصي الرأي ديال جمال السلامي على الاغلب غذي يبقى بالتشكيلة ديال الذهب غيبقى بصانع الالعاب الحافيضي وايضا ميتولي كجنح ايمان لكن شخصيا كان في الضل بنحاليب علي من والحافيضي صانع الالعاب وميتولي في الحتيات الشوت الثاني هذا رأي ديالي وكنت تسنى الرأي ديالكم في التعليقات وكرأس حرباء غذي يكون بين مالانجو علش مالانجو؟ مالانجو لانه على الاغلب في هذا الماتش غذي يكون مرتاح كتر من الماتش ديال الذهب بغياب اهم واقوى مدافع عند الزماليك واللي هو الونش اللي حتى الان ما زال متأكداتش المشاركة ديالو وعلى الاغلب ما غذيش يشارك الغياب ديال الونش اللي غذي يضعف نوعا ما من الدفاع ديال الزماليك لكن الغياب ديال الونش غذي يقابلوا الحضور ديال الساسي ساسي اللي غذي يرجع يلعب مع طارق حميد فوسط الميدان واللي غيعطيونا وسط ميدان متصلب وسط ميدان بمثابة جدار صعيب تختارقوه الا من الاطراف كيف قلت عن طريق بن حليب او عن طريق تحركات ديال الرحيم من غير هاتش نبغي نشوف اللاعبين ديال الرجا مركزين نبغي نشوف اللاعبين حاضرين دهنيا وبدنيا ثانيا نبغي نشوف السلامي خدم على مشكل تسلل اللي كان بان في الماتش ديال الالي واللي كان منه ربما يجي الهداف الثاني نبغي نشوف اللاعبين كي يوقفوا في خط واحد الى كان السلامي غذي يلعب ببلوك طالع ما نبغي نشوف ذاك الخطأ ديال اللي هوت من قبل المدافعين وايضا في الهجوم نبغي نشوف مهاجمين حاضرين باش من اول فرصة او من انصاف الفرص يتجلوا اهداف لانه فبحال هاد المباريات ما كيكونوش الفرص بزاف واللي كيستغل الفرص الكليلة اللي كاتجيه هو اللي كي ينتصر واحد الزيرو مشي نتيجة كبيرة اللي كي يصعب تعويض ديالها الرجا قادرين يجيبوها الرجا كي يجيبو التأهل من برا ومربوحا ان شاء الله ونشوفكم في الفيديو الجاي باش نهدروا على التأهل ديال الرجا للنهائي طلا اشتركوا في القناة